باستقالة معاد بوشارب من على رأس المجلس الشعبي الوطني تحت ضغط من النواب يسدل السطار على فصل آخر من فصول المجلس الشعبي الوطني وكأن كرسي مبنى زيغود يوسف نقمة على صاحبه فقد لقي بوشارب نفس مصير سلفه بوحجة في ذات خارف 2018 الأزمة بدأت مع مطالب نواب البرلمان بتنحية رئيسه سعيد بوحجة بسبب سوء تسير شؤون الهيئة بوحجة رفض التناحي بدعوى أن خطوة النواب غير دستورية واتهاماتهم غير مؤسسة تبعاً للوضع شهد البرلمان حالة سداد غير مسبوقة وبقيت عدة مشاريع قوانين قادمة من الحكومة معلقة بعد تجميد نشاط البرلمان بالكامل في سابقة سياسية لم تشهدها البلاد بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من بداية هذا المسلسل السياسي أعلن مكتب الغرفة السفلة من البرلمان شغور منصب الرئيس وأبلغ لجنة القانونية للبرلمان للاجتماع في غضون أسبوع الانتخاب رئيس جديد ثلاثمائة وواحد وخمسون نائباً وقعوا عريضة لصحب الثقة من الساعد بوحجة وتوحدوه برد قاس إذا لم يتنحى طواعية وأوصدت أبواب البرلمان بسلاسل حديدية لمنعه من الدخول بعد هذا بأسبوع سعد نواب لهجتهم وحسم كل شيء وعين معاد بوشارب رئيساً للمجلس الشعب الوطني صفحة الساعد بوحجة طويت سريعاً بطريقة مخالفة لدستور البلاد وبات معاد بوشارب منذ الرابع والعشرين أكتوبر 2018 الرجل الثالث في الدولة الجزائرية دون أن يتسلم مهامه من الساعد بوحجة كما تنصو عليه القوانين فصول الأزمة لم تنتهي بعد لعنة كرسي زيغو ديوسف تطالب شارب مع بداية الحرك الشعبي ممثل والأفلان بالمجلس الشعبي الوطني يطالبون الرجل بالاستقالة والاستجابة لمطالب الحرك الشعبي بعدها طالبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بسحب الثقة من بوشارب كرئيس للمكتب وإلغاء جميع قرارات اجتماع المجلس الأخير لتنتهي فصول هذه القصة باستقالته من على رأس المجلس الشعبي الوطني استقالة جاءت بعد مخاض عسير